فأساس البناء كان التصوف ولقد أصيبت الأمة في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف في حياتها فذا الأساس فطبعا هي القيم اللي قام عليها التصوف هي قيم إيه؟ قيم المحبة قيم السلام قيم التواضع قيم الزهد قيم التعاطف قيم التراحم قيم رمضانية ما هي هذه القيم فرمضان أبارة عن أيضا تجسيد عملي لهذه القيم ما هي المقامات العلمية في علم التصوف؟ ما هي تقدرها أو ما هو تقدرها؟ مولانا الشيخ محمد زاكي إبراهيم رحمه الله يقول يا ولدي التصوف ودعوة الحب الذي فقده الناس ففقدوا الحقيقة الإنسانية في الأجساد البشرية لا ولدي التصوف أو السوفي يحب خلق الله لأنه يحب الله لأنه يحب الله فالسوفي يحب الخلق بمحبته لله فهو يعامل الخلق كأنه يعامل الحق وإن كان في صور الخلق فهو ذا التصوف أو مقام من مقامات التصوف فالسوف يحن المخرج